ترى انا شعري ما هو الناعم حيل والله العظيم شعري ما هو الناعم حيل ولا هو اللي حيل مثالي ولا غزير بس هذا منظر شعري انا ما اخذ شواري الصبح كنت حاطه زيتي يمكن ساعة علما سويت رياضتي وشطفته بشامبو اول شطفة راح الزيت اموت على زيت اقوى ثلاث زيوت فيه الارقان زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند هذه اللي طول السنين اللي فاتت شا اقول لكم ياها وايد زيوت حلوة بخلطة موجودة وتطلع من الشعر بسرعة خيال انتو عارفينها مو خلطة ما تعرفون شنو تركيباتها ولا اشياء مضافة اليها فضيعة وانا احطها وايد بشكل بسيط يعني انا عندي رياضة شغلة الصبح قبلها ابتدي اخذ شوار ما اكون نص ساعة ساعة احطها مرتين لا ثلاث مرات بالسبوع كيفكم تدرون تحطونا جنة ماسك بنات رح تدعولي من تستخدمونا نشوف تبقى يعني انا ممسشورة ممسشورة يعني انا ممسشورة بعدشان مبين فوليوم اكثر ولكنها منظر شعر واحدة ممسشورة انا لما يكون شعري شديل الحمد لله وقعي تحسن ترى لو لو بخاطرك انت سشور السشور بين فترة والثانية يعني السشواري جدا قليل حتى الصارانة اللي اروحها قاع يقولولي وينك ما اروح يعني قبل يعني شاقلكم مرة علي اسبوعين لازم اروح مرتين ثلاث ما اروح ما اروح وين وين اذا عندي مناسبة وشدي والحين لو بالبيت هو عندي شغلة ولا بصور وشدي تلقوني بس شوية فرشة من تحت عساسة سوي في حركة وخلاص طاعوا من فوق شلون صحي جميل جميل تبارك الله تبارك الله صبر واستخدام حق منتجات صحيحة وملازمة تكون غالية يعني شوفوا شعر الزيت شوفوا سعر الشامبو اللي قاع ياخدون شامبوات ثلاثين واربعين وخمسة وعشرين وستة وعشرين في منهم زينين بس اذا اللي قينا شي بعد احسن وارخص ومميزات حلوة اخذوا سألوني دايما الزيت هذا وين نلقاه نلقونا بشوپنج اكثر شي واصلا افضل سعر عند شوپنج اذا لقيتوه باي مكان ثاني ممكن تلقونا بشي وعشرين باربع تحشي بشوپنج حاليا بحط لكم اياه الشامبو هذا يمكن ارخص اماكن تلقونا باربع دانير كل واحد ياخذ من المكان اللي رايحه بالنهاية ولكن كذلك بحط لكم عليه عرض وايد حلو الشامبو هذا خالي من السلفيت خالي من البرابين معدل الحموضة فيه ممتازة فروة الرأس يقلل النفشة انا ما احط بلسم لما استخدمه يعطي نعومة يعطي درجات نعومة للشعر خيال انا وايد احب هالاشياء الاشياء اللي انا قاعد استخدمها بشكل يعني متكرر ومستمر علي قاعد احط لكم اياها من هالاشياء اللي شرحتها اليوم خيال خيال راح تشوفون نتائج من استخدامها لان انا لما استخدم الشيء قبل لا استخدمها لنفسي هذا استخدام الشخصي افنده واقر عليه واستوعب مكونات عشان اقدر احطها وبس والله يعني انا اليوم وايد مستنصة اللي قاعد اشرح الشياء وايد حلوة واستخدمها وفعلا فعلا جميلة يعني راح ترتاحون وناسة تشديد تحسين انه ملازم كل يوم اسأشور شعري تحسين ريحة جسمك شو وايد حلوة وما قاعد تكلفين على العطور اللي تحطينها دايركت وتكون اشياء محترمة وزينة ومظر بشرتك ليش انتي انا ليش دائما احرص انه على الاقل المعطرات ما يكون فيها كحل بعض المعطرات تحت له ما كان فيها كحل تحسين شوي لا تزالين الشعر وعلى طول تحطين المعطر عموما بأي نوع معطر ممكن تحسين شوي بحرقة وهذا بس اذا كان فيها كحول راح تحسين بحرقة زيادة وتهيج وممكن تصبغ واسمرار وهذا لا ما يصير بعدانا خلي ريحة جسمية حلوة وادش بتصبغ عشان شذي يقول لكم هذي له بكل الوانهم رهيبين بكل الوانهم رهيبين ما راح حسولكم حطيتهم طريقة الصح رشة تكفي وشذي مع شوية مساتش خفيف شذي وتخلونا بروحة تنشف